روح للوقت ونصبح على ليندا عبداللطيف ونعرف منها إجابتها على سؤال الحلقة لسه بتتواصل يا ليندا مع أصدقائك أصدقائك طفولة ولا الدنيا مشاغل بالنسبة لك صباح خير أول يا أحمد صباح خير جمعنا حيا أحمد أحلى أيام وأحلى ذكريات بالتأكيد كانت مع أصدقاء طفولة يمكن أنا أصدقاء طفولة معظمهم من الوقت يعيشين برا مصر ولكن بنتكلم يعني من حين لآخر وانت قلت كمان نقطة مهمة أوي في أول حلقة أن الصديق وقت الضيق ففعلا الصديق اللي ما يقاش جنبك وقت الشدة ما يعتبرش صديق وهم بيقفوا معي الحقيقة مع أن حتى ما بنتكلمش كتير بنتواصل من حين لآخر بس فعلا لما بيحتاجهم بلاقيهم عشان دي يعني يمكن صفة فيك بردو يا ليندا فتتردلك مش أكثر بالنسبة للطقس التقس معتدل بشكل عام النهاردة صبح ولكن بالليل هيكون شديد البرودة ابتداء من بكرة بقى هيكون فيه حالة من عدم الاستقرار تقول للتفاصيل بقى السلام عليكم مشاهدينا خلونا نصارد مع حضراتكم جولة سريع عن أحوال التقس النهاردة التقس هيكون معتدل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والنهاردة فيه شبورة مائية الصبحة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة درجة الحرارة في القاهرة النهاردة عشرين وأعلى درجة حرارة في أسوان خمسة وعشرين وأقل درجة حرارة في سان كاترين ستاشر هنتابع مع حضراتكم أحوال التقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية للوقت هنرجع لأحمد وجمان عشان يبتدوا فقرات صباح الخير شكرا لك يا لين ترجمة نانسي قنقر